أعود مرة أخرى إلى المظاهرات التي خرجت في بغداد ينضم إلينا من هناك مراسل الغد محمد فاضل محمد كيف تبدو الأجواء لديك الآن؟ طبعا هناك زخم كبير بدأ واضحا في ساحة التحرير العديد من العراقيون خصوصا من غير المحتجين وصلوا إلى ساحة التحرير وبالتالي شهدت ساحة التحرير اكتظاظا كبيرا بالوافدين إليها طبعا الوافدين كانوا من أهالي مدينة بغداد بالأغربية إضافة إلى أعداد قليلة أيضا وصلت من المحافظات العراقية الأخرى لكن في العموم كان التواجد كبير جدا كانت هناك هتافات تندد بالتدخل الخارجي الأمريكي والإيراني على حدثة وإضافة إلى مطالبات بحل البرلمان مطالبات أخرى باختيار شخصية جديدة للحكومة المقبلة تهديد واضح للأحزاب السياسية الحاكمة طبعا ليست تهديد بسلاحه وإنما تهديد واضح بأن جماهير ربما ستزيد من غضبها إذا ما بقي الحال على ما هو عليه هذا بالنسبة لبغداد بالنسبة لكربلاء كان هناك أيضا تظاهرات كبيرة في واسط كان هناك تظاهرات في البصرة وبدت الأجواء ربما أكثر قلقا على الاعتبار أن خرجت تظاهرات في محافظة البصرة لكن قبل قليل قامت بعض القوى الأمنية باعتقال أعداد من المتظاهرين في ساحة أم البروم وهي ساحة من ساحات مندينة البصرة إضافة إلى منطقة أم قصر وبالتالي الأحداث في البصرة تبدو مقلقة نوعا ما لكن على العموم في بغداد لم يحدث أي استصادم كان هناك إطلاق لبعض القنابل الصوتية وهي قليلة جدا ثم جاء الأمر من قبل قيادة عمليات بغداد بعدم إطلاق هذه القنابل حتى ولو في الهواء أيضا التواجد الأمني يبدو كبيرا قرب ساحة التحرير هناك ثلاثة أطواق أمنية نشرت لحماية المتظاهرين طبعا بحسب قيادة عمليات بغداد وما أدلت به من تصريحات مقتضبة بأن التواجد هو جاء لحماية المتظاهرين نعم نعم طيب يعني أيضا الأسستاني وتصريحاته تأثير ذلك على المتظاهرين بالطبع المتظاهرين كانوا فرحين بهذه التصريحات لأنها صبت في مصلحتهم خصوصا بعد أن انتقد طبعا موكيل المرجعي انتقد طبعا على لسان السستاني المرجعي الأعلى هنا في العراق بعد أن انتقد الحكومة وصفها بأنها حكومة ضعيفة جدا وأيضا أدان التدخل الخارجي وأعطي السلطة بيد الشعب وهي ليست أول مرة طبعا تطلق فيها هكذا تصريحات لكن على المستوى السياسي لم نشاهد طبعا تصريحا رسميا حتى الآن كانت هناك تصريحات منفردة لبعض السياسيين قالوا بأن ما أدل به خطيب الجمعة فعلا هو ما يفعلونه الآن وهم يقومون بتطبيقه على أرض الواقع في المقابل انتقد المتظاهرون السياسيون وقالوا بأن هم يفعلون ما لا يقولون وأيضا حثوا المرجعية على أن تكون هناك أمور أكثر تصعيدا في المستقبل كي يضمنوا سلامتهم ويضمنوا أيضا حراكهم ودوام حراكهم وأيضا يضمنوا خروج هؤلاء السياسيين الفاسدين كما وصفوهم على الاعتبار أن المتظاهرين الآن يقولون بأنهم أعطوا ضحايا كثيرة وبالتالي القرار أصبح بيدهم وليس بيد السلطة السياسية إذن محمد فاضل مرسل غد من بغداد شكرا لك ترجمة نانسي قنقر